أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل بطارية دفاع جوية من نوع ثاد وطاقة مرتبطة بها إلى إسرائيل بهدف تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير وقال المتحدث باسم البنتاجون باترايدر قال إن نشر بطارية ثاد يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل وعن الأمريكيين هناك من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من قبل إيران وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق التعديلات الأوسع التي أجرها الجيش الأمريكي مؤخرا لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية الأمريكيين من هجمات إيران والميليشيات الموالية لها على الجانب الآخر هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بصورة غير مباشرة القوات الأمريكية التي يحتمل أن يتم إرسالها إلى إسرائيل فما طبيعة الخطر التي تواجهه إسرائيل ودفع الولايات المتحدة إلى إرسال نظام اعتراض جوي متطور وما الرسالة التي تبعثها واشنطن من وراء إرسال نظام ثاد الصاروخ إلى المنطقة وكيف سيعمل هذا النظام على دعم إسرائيل في مواجهات الضربات الجوية من خصومها وما حجم الإمكانات العسكرية التي توظفها الولايات المتحدة لمواجهة الأخطار التي تهدد إسرائيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع تصاعد أحدة التوترات في شرق الأوسط والاستعدادات لرد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني تدرس إدارة الرئيس جو بايدن إرسال نظام الدفاع الجوي ثاد إلى إسرائيل لدعمها في التصدي لأي هجمات صاروخية وبينما نقل مسؤولون أمريكيون أن المناقشات لا تزال متواصلة بهذا الشأن تبرز تساؤلات حول طبيعة هذا النظام الدفاعي الأمريكي الذي تتنافس الدول حول العالم للحصول عليها ما نعرفه عن نظام ثاد هو أنه أحد أكثر الأنظمة الدفاعية تعقيدا كما أنه يعتبر مكملا للنظام باتريوت وليس بديلا عنه لكنه قادر على حماية مساحة أوسع حيث يمكنه اعتراض أهداف على مسافة تتراوح بين 150 و200 كيلو متر وفقا للشركة المصنعة لهذا النظام فإن ثاد هو النظام الأمريكي الوحيد المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي ونشير هنا إلى أن هذا النظام من تصميم شركة لوكهيد مارتن لدى نظام ثاد خمسة مكونات رئيسية هي أجهزة اعتراضية وقاذفات ورادار وكذلك وحدة تحكم في الحرائق ومعدات الدعم وفق ما ذكرته شبكة CNN الأمريكية تتكون بطارية النظام من تسع عربات مجهزة بقاذفات تحمل كل منها من ستة إلى ثمانية صواريخ إضافة إلى مركزين للعمليات ومحطة رادار وفقا للشركة المصنعة فإن الرادار يكتشف الصاروخ القادم أولا على أن يحدد مشغلو النظام التهديد بدقة بعد ذلك تطلق قاذفة مثبتة على شاحنة مقذوفا تطلق عليه لوكهيد مارتين اسم معترض وذلك لتدمير الصاروخ الباليستي باستخدام الطاقة الحركية بما كشفت صحيفة والستري جورنال الأمريكية عن أن صواريخ فاد الاعتراضية لا تحتوي على رؤوس حربية متفجرة لكنها تتحرك بسرعة أكبر من ميل في الثانية وتضرب الصواريخ الباليستية القادمة بقوة كافية لإحداث انفجار تبقى الإشارة إلى نقطة حيوية لفت إليها تقرير صدر في شهر إبريل عن خدمة أبحاث الكونغرس كشفت عن أن لدى الجيش الأمريكي سبع بطاريات ثاد تتكون كل منها من ست قاذفات محمولة على شاحنات وسوف تتطلب أي خطوة لنقل نظام ثاد إلى إسرائيل نشر جنود لتشغيل هذا النظام المعقد الحديث ونقاش هذا الموضوع معي من واشنطن دوغلس أليفانت خبير عسكري أمريكي كبير وكبير باحثين في مؤسسة نيو أمريكا أهلا ومرحبا بك معنا وشكرا لتلبية هذه الدعوة أبدأ معك بدلالة هذا القرار الأمريكي بدعم إسرائيل بنظام دفاعي صاروخي متطور صاروخ فاد وما الخطر الأمني الذي استشعرت واشنطن على إسرائيل نعم طبع يومكم ويوم المشاهدين منظومة فاد لديها قدرات كثيرة لو يتذكر من هو كبير في السن بيننا صواريخ سكاد أيام حرب الخليج في العام 1991 التي كانت تشكل خطرا كبيرا هي لا تحمل متفجرات ولكن يمكنها أن تكون دقيقة جدا مما يؤدي إلى استهداف لنقل مبنى أو أي منشأة وتدميرها من الناحية السياسية الرسالة واضحة واشنطن تعلن بوضوح إنها تركز على التزامها الحديدي في دعم إسرائيل والدفاع عنها وطبعا أمريكا هنا ترى تهديدا من قبل صواريخ كروز الإيرانية التي تطلق على إسرائيل مما يطرح السؤال لماذا لا تتمكن أو لماذا تحتاج القبة الحديدية في إسرائيل إلى هذا النظام الجديد ولكن يبقى أن الرسالة السياسية الأمريكية واضحة أمريكا تقدم دعما لمسروطا لإسرائيل وستكون إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران أثرت نقطة مهمة لماذا تحتاج إسرائيل لهذا النظام الدفاع المتطور وكيف يمكن مقارنته بالدفاع المتواجد أصلا في إسرائيل والمتمثل بالقبة الحديدية لديها هذا سؤال جيد جدا وقد يكون محرجا للإسرائيليين إسرائيل تعرف منذ فترة طويلة أن إيران لديها صواريخ كروز وبالتالي لماذا لم تتحضر لمواجهة تهديد الصواريخ الكروز الإيرانية لماذا لم يشتروا بطارية فاد منذ بضع سنوات ولم يبدأوا بنشرها هناك أسئلة برأيي ستطرح لماذا نشر هذه المنظومة ضروري الآن إيران لم تظهر على الساحة أمس ولم نعلم فقط أمس أن لإيران صواريخ سكوت ثواريخ كروز لماذا نشر هذه البطاريات مهمة الآن السؤال مهم جدا وكما قلتم في المقدمة دول كثيرة تسعى إلى الحصول على منظومة فاد ولكن من أين تأتي هذه المنظومة هل أتت من اليابان أو تايوان أو بولندا هذه المنظومات مهمة جدا وتحتاجها دول كثيرة عبر العالم وأمريكا تواجه تهديدات من قبل أخصام كثر لماذا هي ضرورية بالنسبة لإسرائيل الآن لماذا ظهرت الآن من أين أتت وما هو دورها في إسرائيل الآن الرسالة الأمريكية لإسرائيل واضحة هي الدعم الأمريكي الثابت لأمن إسرائيل ولكن ماذا عن الرسالة التي أرادت إصالها الولايات المتحدة إلى دول المنطقة من حلفاء وبدرجة أولى أعداء كإيران طبعا هناك رسالة هنا لكل الجهات المعنية الرسالة للإيرانيين بوضوح الرسالة إلى الإسرائيليين إسرائيل وإيران يتواجهان في حرب الثواريخ وأمريكا قالت بوضوح إنها إلى جانب إسرائيل من دون أي شك وبالتالي من دون أي شك ضد إيران أما الرسالة إلى الدول الحليفة فقد تختلف بعض الشيء نعرف أن بعض الدول الخليجية لا تقدم دعما قويا لإسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني وهذه الدول ربما تخشى أيضا رد إيران ولا تريد هذه الدول أن يستعمل مجالها الجوي في هذه الحرب أمريكا تقول لهؤلاء الخلفاء أمريكا هنا ونحن هنا لنساعدكم أنتم أيضا البعض يعتبر سيد دوغلس بأن استمار الدعم العسكري لإسرائيل من شأنه أن يغذي دائرة الصراع الحالي في المنطقة كيف تردون على ذلك ربما على المستوى النظري هذا صحيح ولكن الآن هناك حرب الأمر يختلف نعرف طبعا أن حتى لو أمريكا لم تنشر هذه المنظومات هذا لا يعني أن إسرائيل وإيران ستتصالحان هناك حرب جارية الآن والدور الأمريكي في المنطقة يؤثر طبعا هناك جهة تقول أن دور أمريكا مزعزع للاستقرار في المنطقة نتكلم ربما عن هذا الموضوع ونتحاجج بعد هذه الحرب طالما أن هناك حرب رسالة أمريكا واضحة للغاية وأعتقد أيضا أن إعتاء المزيد من القدرات لإسرائيل قد يردع إيران عن القيام بهجمات ويؤدي إلى استقرار أخيرا سيد بيغلس ما حجم الإمكانات العسكرية التي توظفها الولايات المتحدة ومستعدة لتقديمها إسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها إسرائيل لا تحتاج إلى مساعدة على حدودها تتولى هذه المهمة بسهولة ولكنها تريد دعما دفاعيا ضد الصواريخ ومنظومة فات مهمة كذلك منظومة بيتريوت وهي أيضا أنظمة مطلوبة إلى حد كبير وعددها محدود وهي تنشر عبر العالم في أماكن دقيقة أي عملية نقل هذه الأسلحة المهمة جدا لنشرها في أماكن أخرى يكون لديه تأثير أن نسحبها مثلا من أوروبا أو من آسيا لنضعها في الشرق الأوسط ذلك يؤدي إلى ربح يصل إلى سفر من واشنطن سيد دوغلس أليفانت خبير عسكري أمريكي وكبير الواحثين في مؤسسة نيو أمريكا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر